مستخدمة معايا خيط مادام تريكو. اه دول الاربع الوان اللي انا اخترتهم لي. اه هو اه ده صوف. اه وهستخدم معايا ابرة اه كروشي رقم اربعة ونص. اه انا عايزة المفرش يكون اه فلافي ما بياخدش خيط كتير وزي ما قلنا احنا ممكن نتحكم في الطول وممكن نتحكم في العرض زي ما احنا عايزين بالنسبة اه للرنر اه بتاعنا. هنبتدي بقى هنشتغل على طول. هنشيل كده الالوان. ونبتدي نشتغل. اه هو بيكون بالشكل ده عبارة عن اه شرايط طويلة. فعشان كده احنا نقدر نقرر الوحدة دي مرة واثنين وثلاثة واربعة. فاحنا نقدر نتحكم في العرض. وبالنسبة للطول برضو بتاع الرنر احنا نقدر نتحكم فيه. اه زي ما احنا عايزين. كل ما هنزود عدد الوحدات كل ما هيكون الطول بتاعه اه معنا زي ما احنا عايزين. انا هعمله طوله مية وخمسين سنتي بالشراشيب. يعني هما بس هيكون طوله مية وثلاثين سنتي. وهزود له الشراشيب في الاخر حوالي عشرين سنتي. فهيكون الرنر كله من اوله لاخره طوله مية وخمسين سنتي. هنبتدي على طول نشتغل. في الرنر بتاعا. طبعا تنسيك الالوان براحتك. انت ممكن تعملي الرنر كل لون واحد. وممكن تعملي الرنر كل وحدة بلون. فيبقى الوحدات كده هنشبكها تبقى جنب بعضها. ممكن تعملي اه كل بقى اه واحدة من وحدات الرنر بتاعتنا بلون. دي حاجة تتوقف لزوءك وتنسيك الالوان بتاعتك او انت يعيزك تستخدميه. اه في ايه? انا زي ما قلت هستخدمه اه في مجموعة من الالوان. هعمل كل شريطة اللون. اه وهنبتدي بقى نشتغل على طول. انا خلصت الوحدة باللون ده. فانا هبتدي معاكم الوحدة التانية اه باللون التاني. هي برضو نفس الطريقة بس عشان اعمل اه تنسيق الالوان. فانا اخترت يكون جنب اللون ده اللون افتح. هعمله من غامق اه لافتح تدرج الالوان. فانا خلاص خلصت الوحدة دي باللون ده. وهبتدي اشتغل الوحدة التانية. هجيب الخيط بتاعي بالشكل ده. وهعمل عقدة البداية. هبتدي اعمل عقدة البداية كده. وهدخل فيها الابرة. وهقفل عليها بالشكل ده. وهبتدي اول حاجة اعمل اربع ثلاث. واحد اتنين تلاتة اربع ثلاث. اول حاجة اهو. عملت اربع ثلاث. وبعدين هجيب الابرة بتاعتي كده. هلف عليها الخيط. وهخش في اول سلسلة انا عملتها تحت الحلقة. هسحب الخيط كده معي تلات حلقات على الابرة. هلف الخيط وهطلع من حلقتين. وهطلع من حلقتين. هبقى عملت دايرة بالشكل ده. بعد كده هبتدي ارتفع تلات سلاسل. واحد اتنين تلات سلاسل. وهلف الخيط برضو على الابرتين. لكن دلوقتي بقى انا هدخل فين? هدخل في العمود بلف. العمود بلفة بتاعي اهو هيكون له الراس بتاعته كده لهم بالشكل ده. هخش فيهم وهسحب الخيط معي تلات حلقات على الابرة. هطلع من حلقتين. وهطلع من حلقتين. بالشكل ده. بنبتدي نكون زي عيون كده آآ زي الفستونات. هرتفع تاني تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهلف الخيط على الابرة. وهاجي في راس العمود بلفة اللي هو بيبقى ميل بالشكل ده. هخش فيه كده تحت الحلقتين. هسحب الخيط معي تلات حلقات على الابرة. هطلع من حلقتين ومن حلقتين. بالشكل ده بتتكون معي الفستونات بالشكل ده. وبيكون جواها آآ الفراغات. وهفضل مكملة بنفس الطريقة لحد ماوصل للطول بتاع الرانر اللي انا عايزيه. هفضل اعمل نفس الفستونات دي لحد ماوصل لطول الرانر اللي انا عايزيه. بس المهم يكون العدد بتاعها فردي. يعني تنتهي معي واحد واربعين واحد وخمسين واحد وستين واحد وسبعين زي ما احنا عايزين. او تلاتة وسبعين او سبعة وسبعين زي ما انت عايزة. المهم تكون نهايتها بعدد فردي ودي اول خطوة هنعملها للرونر بتاعنا انا ده عملته كان تلاتة وسبعين آآ فسطونة زي كده فاكمل التلاتة وسبعين فسطونة. سبعين واحد اتنين تلاتة تلاتة وسبعين. اه انا كده وصلت للطول اللي انا عايزاه للرونر بتاعي. هبتدي هشتغل بقى فين? هشتغل في اول فسطونة موجودة معي. تمام? هبتدي هارتفع سلسلة. وهخش جوه الدايرة دي اول فسطونة موجودة معي اهو. دلوقتي انا خلصت السطر ده ارتفعت سلسلة واحدة بس. وهبتدي اخش جوه الدايرة دي كده بمنزلقة. هسحب الخيط واطلع بمنزلقة. وبعد ما هعمل المنزلقة. هقفل عليها كده بسلسلة. وبعدين هدخل تاني هعمل غرزة حشو. يبقى دخلت جوه الدايرة دي عملت المنزلقة. وبعدين جواها برضو عملت غرزة حشو. وهجبهم كده على جنب شوية وهبتدي. هلف الخيط على الابرة وهخش جوه اول فسطونة. هسحب الخيط لفوق كده معايا تلات حلقات. هطلع من حلقتين. بس. هلف الخيط على الابرة تاني. واخش تاني جوه نفس الحلقة الاولينية. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين. بس. معايا هو تلات حلقات على الابرة. هلف الخيط كده. وهطلع من الحلقات كلها اللي موجودة معي. وبعدين هعمل اربع سلاسة. واحد اتنين. تلاتة. اربع. وهلف الخيط على الابرة. وهخش تاني جوه نفس الحلقة هقرر الوحدة دي. هخش فيها كده. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين بس. هلف الخيط على الابرة. هخش تاني جوه. هسحب الخيط. هطلع من حلقتين بس. هخش للمرة التالت. هلف الخيط وخش جوه واسحب الخيط اهو وهطلع من حلقتين بس معي على الابرة اربع حلقات هلف الخيط كده وهطلع من الاربع حلقات كله عملنا النص التاع الوردة لما هنكمل هنشتغل النص التاني تمام هروح عاملة سلسلة واحدة بس انا اشتغلت في الفسطونة الاولانية الفسطونة التانية دي مش هشتغل فيها باشتغل في واحدة واسيب واحدة اشتغل في واحدة واسيب واحدة فاسيب الفسطونة التانية دي وهلف الخيط على الابرة وهخش على طول في الفسطونة اللي بعدها وهكرر هسحب الخيط كده وهطلع من حلقتين هلف الخيط على الابرة واخش جواها تاني وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين تاني هلف الخيط على الابرة وهخش تاني جوا نفس الفسطونة واسحب الخيط وهطلع من الحلقات كلها وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربع سلاسة وهقررها للمرة التانية هلف الخيط على الابرة وهخش في نفس الفراغ واسحب الخيط هطلع من حلقتين هلف الخيط على الابرة وهخش في نفس الفراغ تاني واسحب الخيط واطلع من حلقتين هلف الخيط على الابرة وخش في نفس الفراغ للمرة التالتة واسحب الخيط واطلع من حلقتين معي اربع حلقات على الابرة هلف الخطة على الابرة وهطلع من الاربع حلقات كلهم واقفل عليهم بسلسلة شايفين الشكل بيتكون ازاي ده النص بتاع الوردة هنكرر تاني بعد ما خدنا السلسلة قولنا بنسيب فسطونة من اللي عملناهم ونشتغل في اللي بعدها هلف الخطة على الابرة هسيب الفسطونة دي وهخش في اللي بعدها على طول كده هسحب الخيط واطلع من حلقتين هلف الخطة على الابرة وخش برضو اسحب الخيط واطلع من حلقتين هلف الخطة على الابرة وخش تاني واسحب الخيط واطلع من حلقتين هلف الخطة على الابرة وهطلع من الحلقات كلها وهعمل اربع سلاسف واحد اتنين تلاتة اربع وكررها تاني هلف الخطعة على الابرة واخش جوا نفس الوحدة وكرر الغرزتين واحد تلات مرات بسحب واطلع من حلقتين بس اتنين هلف الخطعة على الابرة وادخل تلاتة معي اربع حلقات على الابرة هلف الخطعة على الابرة واطلع من الاربع حلقات كله واخد سلسل تمام انا كده اشتغلت السطر الاولاني الفشتنات وبعدين اشتغلنا السطر التاني اللي فيه الوردات وعايزة بقى انقل عشان اشتغل على الجنب التاني كده وكمل الوردة بتاعتي هنقل بقى ازاي انا اشتغلت اهو في اخر فراغ عندي الوردة بتاعتي الفرعين فانا عايزة انقل دلوقتي للجنب التاني عشان اكمل بقيت الوردة قفلت السطر بتاعي اهو واخدت هنا سلسلة وقفلت بسلسلة هبتدي هعمل تلت سلاسل واحد اتنين ادي واحد اتنين واحد اتنين تلت سلاسل تمام وبعد التلت سلاسل هلف الخطعة الابرة وهخش في الفراغ ده وهعمل عمود بلفة يبقى بعد ما خلصت اخر فسطونة خلاص في نفس المكان عملت تلت سلاسل وفي نفس المكان عملت عمود بلفة وفي نفس المكان هعمل تلات سلاسل تاني عشان الف الشغل بتاعي كده وابتدي اشتغل تاني هنا. خلاص كده انا خلصت كده. عايزة بقى اخش هنا كمله. تاني عمود بلفة. ومش هكمله. وهطلع بيهم كلهم على بعض. عملت اتنين عمود بلفة ليه? عشان انا بادية في الاول بغرزة حشو. وبعدين هاخد نفس الفكرة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي نفس الفراغ هلف الخطة على الابرة وخش تاني وهكرر نفس الغرزة. واحد. انا باخد طرف الخطة اهو معي تحت الشغل. اتنين بنعمل غرزة من تلات لفات. تلاتة. اه دي التالتة. وهلف الخطة على الابرة وهطلع منهم كلهم. وهاخد سلسلة. يبقى انا كده اهو افلت الجنب بتاعي بالشكل ده. وبعدين هبتدى اكرر. برضو هسيب الوحدة دي وهخش على الوحدة اللي بعدها على طول. وابتدي اشتغل. هلف الخطة على الابرة وهخش بقى في الفراغات اللي فيها الوردات. عشان اكمل الوردة بتاعتي. هخش في الفراغ التاني كده. اسحب الخيط واطلع من حلقتين. تاني مرة واطلع من حلقتين. من حلقتين. تلت مرة واطلع من حلقتين. هلف الخيط واطلع منهم كلهم. واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة. نفس التكرار اللي كنا شغلينه في الجنب الاولاني هو نفس التكرار اللي احنا هنشتغله في الجنب التاني. احنا بس كنا بنلف الشغل بتاعنا بتلاتة سلسلة. عمود بلفة تلاتة سلسلة. اه. وهبتدي اكمل الاخير وهنبتدي نشبك الوحدة دي في الوحدة دي. احنا بنشتغل وحدة كاملة الاول ونخلصها وخلص ونسيبها. لو نيجي نشتغل الوحدة التانية هنشتغلها كلها وهنسيب سطر واحد بس للتشبيك وهوريكو ازاي هنعمل. بعد ما عملنا اخر وحدة احنا عايزين نقفل بها الجزء ده عشان نرجع نشتغل هنا تاني. نقفله هنا زي ما قفلناه هنا بنفس الطريقة. بنفس المكان اللي احنا طالعين منه كده هقفل واحد اتنين تلات سلاسل. وهلف الخطع الابرة وهخش في الفراغ اللي في النص هنا وهعمل عمود بلفة. بالشكل ده. وهرتفع واحد اتنين تلات سلاسل وهخش في نفس الغرزة ده راسي العمود تاني وهعمل غرزة حشو. ولا خلينا نعملها منزلقة. اهو ارتفعت التلات سلاسل وهخش في العمود هنا وهعمل منزلقة. يبقى انا قفلت اخر واحدة معي وارتفعت تلات سلاسل وبعدين عملت عمود بلفة ارتفعت في ايه تلات سلاسل وقفلت بمنزلقة. هعمل غرزة صغيرة كده اللي هتبقى البوز بتاع المفرش بتاعي. وبعدين هاخد تاني واحد اتنين تلات سلاسل بالشكل ده. وهقفل فين? هقفل في التجمع بتاع اول بتلة موجودة معنا في الوردة بتاعتنا هنا. هخش فيها هنا كده وهقفل كده وكده. بمنزلقة. ها دي شكل الافلة بتاعتنا. اخر ااااااااا بتل عندنا في الوردة بتاعتنا اهيه. عملنا تلات سلاسل عمود بلفة وعملنا فقیها غرزة البيك وبرة عن تلات سلاسل وقفلنا بمنزلقة وتلات سلاسل وقفلنا السطر كله في اول باتة للناحية دي فدي كده قفلنا الجزء بتاع انا بقى عايزة ابتدي اشتغل هنا هشتغل السطر ده كامل بالغرزة اللي هنشوفها ولما هنرجع الناحية التانية هنبتدي نجمع الشال بتاع هنعمل ايه بقى احنا قفلنا هنا بمنزلك انا بقى عايزة ابتدي اشتغل هنا اول حاجة هخش هنا كده هعمل منزلك عشان اتنقل للفراغ ده واشتغل فيه هرتفع سلسلة هنشتغل ازاي هنشتغل في الفراغ اللي فيه الوردة تلاتة حشو اتنين سلسلة تلاتة حشو في الفراغ اللي ما بين الوردتين هعمل حشو واجي هنا تلاتة حشو اتنين سلسلة تلاتة حشو والفراغ اللي بين الوردتين هعمل فيه حشو هنشوف بالطريقة هاجي هنا هون ارتفعت سلسلة اخش هنا هعمل تلات غرس حشو واحد اتنين تلاتة حشو. وبعدين اتنين سلسلة واحد اتنين. وهخش تاني في نفس المكان هعمل تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة حشو. تلاتة حشو. اتنين سلسلة تلاتة حشو. الفراغ بقى اللي ما بين الوردتين اللي كنا بنعمل فيه السلسلة ده هخش فيه كده وهعمل حشو. وبعدين هتنقل للفراغ الكبير ده وهكرر. تلاتة حشو واحد. اتنين. تلاتة حشو. اتنين سلسلة. واحد اتنين. تلاتة حشو تاني في نفس الفراغ. واحد اتنين. تلاتة. بالشكل ده. وبعدين هخش في الفراغ ده اللي ما بين الوردتين اللي كان فيه سلسلة. هخش فيه وهعمل حشو. واتنقل على طول للفراغ اللي بعديه. تلاتة حشو. اتنين سلسلة. تلاتة حشو. تلاتة حشو. اتنين سلسلة. تلاتة حشو. واحد اتنين. تلاتة. الفراغ اللي بعديه حشو. الفراغ الكبير تلاتة حشو. انا بأريكو بس ان هو سهل جدا. اتنين. تلاتة حشو. اتنين سلسلة. تلاتة حشو. ونفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما نوصل لاخر الطول. بسوا شكلها بتبقى عاملة ازاي. اهو بتبتدي. الوردات بتاعتنا تزهر. والبوز بتاع المفرش يزهر. هنبدل شغالية بنفس الطريقة كده. لحد ما نوصل لحد اخر السطر. وبعدين نشوف هنشتغل ازاي نجمع الجزئين مع بعض. الشغل بتاعنا لما خلصنا الجنب ده كل. اه دي شكل الشغل بتاعنا لما خلصنا الجنب ده كله. دلوقتي احنا بنخلص بنلف وبنخلص الجزئ ده كله ويبقى الوحدة بتبقى كاملة. وبعدين بنشتغل وحدة تانية زيها بالزبط وبنشتغل الجزء ده كله ونيجي عند هنا نقف. عما نيجي عند الملف هنا بقى نقف عشان هنبتدي نشبك الاجزاء في بعضها. تمام? احنا هنا وصلنا للجزء الملف ده. انا هنا خلص خلصت اخر وردة معي. كان عندي هنا تلات سلاسل. هخش عندهم اعمل في ايهم تلاتة غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة غرزة حشو. عندي هنا العمود بلفة ده. هبقى هدخل جواه كده. وهعمل غرزة حشو. وارتفع اتنين سلسلة. تلاتة سلسلة. واخش تاني في نفس العمود. هعمل منزلق. نبقى عملنا غرزة البيكو. زي ما احنا عاملنها هنا وهو كده. وبعدين هخش في التلات سلاسل اللي كنا عملناهم هنا وهاشتغل فوقيهم تلات غرز حشو. واحد اتنين تلاتة. هقفل بقى فين? فاول غرزة عندي موجودة هنا. هدخل فيها اهي في السطر. انا كده نهاية السطر بتاعي بغرزة منزلقة. هادي نهاية السطر بتاعي. المفروض برضو هلف كده عشان اكمل نفس الغرزة. طيب. هعمل ايه بقى? هجيب هنا كده. هجهز كده الجزء ده قدامي. عشان هبتدي اشبك من هنا. بشبك فين? فاكرين الاتنين سلسلة اللي كنا بنشتغلهم. كنا بنعمل تلاتة غرزة حشو. اتنين سلسلة تلاتة غرزة حشو. وهنا غرزة حشو. تلاتة غرزة حشو. اتنين سلسلة تلاتة غرزة حشو. هنشبك في السلاسل اللي كنا بنعملها. ازاي بقى? هنشوف الطريقة. هجهز الجزء ده كده قدامي. وهاجي هنا هون. احنا بنشتغل تلاتة غرزة حشو. اتنين سلسلة تلاتة غرزة حشو. هخش هنا كده على طول. اول حاجة. هعمل منزلقة بس عشان اكون دخلت في الفراغ بتاعي. هرتفع سلسلة. هبتدي اعمل التلاتة غرزة حشو عادي. واحد. اتنين. تلاتة. نفس الطريقة اللي احنا ماشيين بها. تمام? وبعدين بارتفع اتنين سلسلة. لا هرتفع سلسلة واحدة بس. وبعدين هجيب بقى اهو. انا عايزة التلات السلسلتين اللي كنت بعملهم هنا عشان اقفل. اهو. هجيبهم هم كده. هدخل الابرة بتاعتي. مكان اول اهو. اول مسلس معي. اول الشغل من تحت خرص. مكان السلسلتين هدخل كده فيه. تمام? وهسحب الخيط. وهطلع من ناحية التانية بمنزلقة. وهقفل هنا بالتلاتة غرزة حشو. بالتلاتة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. شايفين اتشبكت ازاي? نفس الطريقة احنا بنشتغل في الجزء ده. تلاتة غرزة حشو. اتنين سلسلة. تلاتة غرزة حشو. هشتغل التلاتة غرزة حشو عادي. سلسلة واحدة. وهجيب الجزء ده. اللي فيه الاتنين سلسلة. هخشه بمنزلقة. وكمل تلاتة غرزة حشو عادي. طيب. انا في الفراغ الصغير ده بخش فيه بعمل غرزة حشو واحدة. عادي جدا. تمام? هخش بقى ايه? في الورداء التاني. هعمل تلاتة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة غرزة حشو. بارتفع سلسلة واحدة بس. وبجيب المسلس التاني قدامي اهو. وبخش من ورا كده. في الاتنين سلسلة اللي هو البوز الظاهر ده. وهسحب الخيط. وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. بعمل منزلقة. اهو. وارجع تاني في نفس المكان. اكمل عادي خالص تلاتة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. شايفين التشبيك ازاي? كل الفكرة ان انا باجي بعد السلسلة الاولانية باخد منزلقة. وبكمل شغلي في الجنب ده عادي كاني بيقفلوا عادي. مقادي شكل الجزء الاولاني من الرانر او تقريبا تلاتة تلاتة واحدات من الرانر. لما عملناهم بالشكل ده كده فاضل لي انا عايزة اضيف بس اللون الرابع. هكرر بنفس تكرار الطريقة. ونبقى خلصنا الرانر. ممكن تخلوه بالطريقة دي على الحجم ده. تكبريه بقى زي ما انت عايزة. وفي الاخر خالص في الغرزة اللي بيكل كنا بنعملها تحت. هنركب فيها الشراشيب. ونبقى عملنا احلى رانر. ممكن نكبره يبقى مفرش. ممكن نخليه رانر بالشكل ده. ممكن نعمله كفية لو خليناه اتنين بس. غرزة جميلة جدا جدا وسهلة في تنفيذها اهو. بتخدش وقته خالص في التنفيذ. اتمنى يكون الشرحة سهلة وبسيط والفتلي يكون عجبكو. ودائما زي ما متعودين. لو في اي اسئلة سبوها لي في التعليقات وانا هرد عليها. الغرزة سهلة وبسيطة. ممكن نستخدمها ونوظفها في حاجات كتير. ممكن نستخدمها نعمل مفرش. نعمل رانر. نعمل كفية. نعمل بطانية. غرزة فعلا جميلة. اه ممكن نستخدمها وحدتين بس. ممكن نكبر في عدد الوحدات. اه ممكن نستخدمها كوحدة واحدة بس نزين بيها اتمام الجواكد بتاعتنا او البلوزات بتاعتنا. فغرزة جميلة. اه اتمنى يكون الفيديو كان عجبكو. اخدتوا منها افكار كتيرة لو نفستوها بلين واحد او لو نفستوها اه بمجموعة من الالوان. اه قلولي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تعملوا سبسكراب للقناة. واتدوسوا على اللايك. ولو في اي افكار او اي موديلات عايزين ننفذها. اتمنى تسيبوها لي في التعليقات. وانا اعملها لكم في فيديو. اه في فيديوهات قادمة. ونتقابل على خير في فيديو جديد مع مشروع جديد ومع موديل جديد واي واي.